كما في البداية تم الترحيب بالوحدة العسكرية الشادية التابعة للقوة المشتركة المتعددة الجنسيات طباط الصف وجميع الرجال زوى الرتب العالية يتمتعون بروح معنوية عالية ويفتخرون بإكمال المهمة التي بتعثوا لتنفيذها بجمهورية نيجيريا الفيدرالية وشات خلال الثلاثة أشهر الماضيع تحت مسمى عمليات لاكسان تي اثنين وتكللت المهمة بالنجاح بعدما قضوا على جماعة بوكو حرام الإرهابية وكان في مقدمة مستقبليهم القائد العام للقوات المسلحة الشادية الفريق أول أبكر عبد الكريم داوت ونظرات الفخر هي السيدة الموقف هؤلاء الجنود الشجعان ومنذ تعهدهم للقضاء على بوكو حرام الإرهابية كان لهم شعارا واحدا فقط وهو الموت أو الفوس وكان الأخير حليفهم بعد اكتمال عملية الاستقبال عقدت جلسة لتقييم المهمة وإضاحة التحديات التي وجهت في الميدان وذلك بمعسكر كندل وقدم كل من القائد العام للقوات المسلحة الشادية الجنرال أبكر عبد الكريم داوت وقائد القوات المشتركة المتعددة الجنسيات وقائد القوات المشتركة الشكر الجزيل للقطاع رقم 2 على المهمة المنجزة كما دعوهم إلى اليقظة والاستعداد التام لمواجهة العقبات بجميع أنواعها من أجل احتواء تهديدات الإرهابيين